بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا ولازال الحديث موصولا بنا حول القصص القرآني ولازلنا نعيش مع قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام قصة سيدنا يوسف تعالوا بنا نقرأ هاتين الآيتين الكريمتين يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون صدق الله العظيم هاتين الآيتين الكريمتين بيان من مولانا جل وعلا أنه إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب سيدنا يوسف قال لمن كان معه في السجن اذكرني عند ربك فنسي هذا الرجل أن يذكر المالك بأمر يوسف نسي أدئيه سبع سنوات وقال الذي نجى منهما بعد سبع سنوات الملك رأى رؤيا فسأل الحاشية بتاعته أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا لا دا أحلام باطلة أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين من ضمن الملأ اللي موجودين مع الملك في تأويل الرؤيا الرجل اللي بيسقي الملك اللي هو قال له إيه أما أحدكما فيسقي ربه خمرا فالرجل تذكر إن في واحد في السجن كان معايا وأول لي رؤيا والرؤيا تحققت وقال الذي نجى منهما والدكارا يعني والدكارا يعني وتذكر تذكر بعد فترة وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله يعني بعد أمة وادكر بعد أمة يعني بعد مدة طويلة من عمله في قصر الملك بعد مدة يعني بعد سبع سنوات لأنه لبث في السجن بضع إيه بضع سنين تذكر وصيد سيدنا يوسف اذكرني عند ربك بعد سبع سنوات فقال لهم إيه أنا أنبئكم بتأويله أنا هجب لكم تأويل هذه الرؤية فأرسلون يعني أرسلوني أنا إلى مكان ما لآتيكم بتأويل الرؤية هتجيب التأويل منين قال لهم ده أنا هجبها من واحد كان معايا في السجن اسمه يوسف وأول لي رؤية وتحققت الرؤية يعني عنده إيه عنده سابق تجربة مع سيدنا يوسف فذهب لسيدنا يوسف بوله إيه يوسف أيها الصديق خد بالك كلمة صديق أبلغ في الصدق من صادق الصادق هو الذي يصدق في أقواله طيب الصديق هو الذي يصدق في أقواله وأفعاله لاثنين مع بعض يصدق في الأقوال والأفعال وده كان حال سيدنا يوسف صادق في أقواله وصادق في أفعاله أو تأتي الأفعال تصدق ما قاله بالأقوال لذلك رب العلم في القرآن إيه كبر مقة عند الله أن تقول ما لا تفعلون يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون لذلك أنا دايما ندعو دعوة وأقول اللهم جعلنا ممن يقولون فيفعلون يبقى تقول وتفعل سيدنا عثمان لما تولى الخلافة طلع على المنبر أو الجمعة فيعني أغلق عليه فأل كلمتين ونزل الأيها الناس إن من كان قبلي يقصد الفاروق والصديق كان يعدان لهذا المقام مقالة وأنتم الآن في حاجة إلى رجل فعال أحوج منكم إلى رجل قوال عز واحد يفعل بش يقوله بس فهنا الراجل بيقول لي سيدنا يوسف يوسف أيها الصديق يعني أنت صادق في أقوالك وأفعالك أفتنى في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف دا الملك شف رؤيا يا يوسف إن سبع بقرات سمينة وسبع بقرات هزيلة ضعيفة ورأى إن الضعيفة تأكل السمينة إيه الرؤية دي فهيبدأ سيدنا يوسف يؤول فاصل وارجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومول رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مع قصة سيدنا يوسف يوسف أيها الصديق مضى الساقي إلى يوسف الساقي اللي بيسقي الملك قال لهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون طيب يا سيد روحة لنا تأويل الرؤية فمضى أيها هذا الرجل الساقي إلى سيدنا يوسف وقال له يا يوسف الملك بتاعنا شاف سبع بقرات هزيلة ضعيفة بتاكل سبع بقرات سمان وشاف سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات أفتني في هذه الرؤية لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلي أرجع إلى الناس لهم في بيت الملك فأصل الملك لعلهم يعلمون يعلمون تأويل الرؤية ويعلمون منزلتك ومكانتك عند الله لأنك عالم بالرؤى فيكون هذا سبب في تفريج كربك وخروجك من السجن يبقى حكتين مع بعض الرجل الساقي بيقول لي سيدنا يوسف نبئنا بتأويل أنا عايزينك تقول لي تأويل الرؤية ليه؟ أول حاجة عشان أرجع للناس بفتوى الرؤية ما هي تأويل الرؤية ليعتبر فتوى مش أي حد يفتي فيها ومش أي حد يهرف بما لا يعرف والحاجة التانية لعلهم يعلمون ما لك عند الله من منزلة ومن مكانة فيعلمون ويوقنون أنك الصادق والصديق في قولك وفعلك فيكون ده سبب في خروجك من السجن فسيدنا يوسف بقى بدأ يؤول قال تزرعون سبع سنين دأبا سبع سنين هتزرع أمح والشعير دأبا يعني متواليات هتزرع سبع سنين متواليات ودائبين على العمل في الزراعة فما تحصدون اللي يطلع من الثمر وهذه السنابل من القمح والشعير فاحفظوه اتركوه في سنابله إلا قليلا مما تأكلون خدوا اللي انتوا هتاكلوه بس والباقي سيبوه في السنابل واتركوه فيها وده يبقى ايه يبقى سبيل للتخزين سبع سنين طوال سبع سنين ازرعوا واللي هيطلع الحصاد والثمر اللي هيطلع من الزراعة احفظوه في سنابله حتى ثبت علميا ان القمح لما يحفظ في سنابله هذا اولى وهذا افضل للتخزين بتاع القمح وفي نفس الوقت اللي انتوا هتاكلوه الباقي تتدخروه ده من باب الاقتصاد لان بعد السبع سنين اللي هتزرعوا وتقلعوا فيها هيجي سبع سنين شداد يأكلنا ما حصدتم ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلنا ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون يبقى الرؤية اللي شافها سيدنا اللي شافها الملك وبأولها سيدنا يوسف رؤية سبع سنابل خضر وسبع سنابل يابسات وسبع بقارات سمان وسبع بقارات عجاف الاول السمان والاول السنابل الخضر وبعدين سبع تانين بعدهم اللي هم السبع اليابسات قال لك السبع اليابسات هيكلوا السبع الخضروات اللي هو كان فيهم زرع وكان فيهم ثمر ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني بعد كده هيجي عام الناس هيبقى فيه غوث يغاثون بالمطر ويعصرون العنب والزيتون وكل ما يعصر هيبقى فيه خير يبقى هو بأول رؤية لخمستاشر سنة سبعة شداد سبعة فيهم الأول سبعة بالشداد السبعة الأول فيها زراعة وفيها ثمر وبعدين سبع شداد يابسات وبعدين عام فيه غوث بالمطر ويعصرون العنب والزيتون إلى آخره لما سيدنا يوسف أول هذه الرؤية الملك أعجب بتأويل الرؤية فالملك قالي ائتوني به أنا عايز أشوفه بقى مين اللي قال الكلام ده فلما جاءه الرسول اللي هو الساقي ألو رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة حوار ضار بين سيدنا يوسف وبين الساقي والساقي والصرر رسالة إلى الملك وبعدين الملك أرسل لسيدنا يوسف هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن شاء الله روح فاصل وارجع لحضراتكم خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمن وارض إلينا هذا السؤال من أحد المشاهدين يقول فيه هل يجوز جمع الصلاة بدون عذر أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد موضوع جمع الصلاة عزين بس نفرق بين الجمع والقصر إيه القصر القصر يقول جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا القصر يكون بعد قطع مسافة القصر في السفر المسافة أدي إيه خمسة وتمانين كيلو متر بعد ما تقطع مسافة خمسة وتمانين كيلو متر يجوز لك أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين الظهر ركعتين العصر ركعتين العشة ركعتين ده اسمه القصر إيه الجمع بقى يجوز للمريض أن يجمع واحد مريض ينفع يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشة يجوز في المطر أن نجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن جمع إيه جمع تمام بدون قصر طالما أنك لم تسافر طب هل يجوز جمع الصلاة بدون عذر أي ويجوز وسيدنا النبي جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء من غير سفر أو مطر من غير إيه من غير سفر وفي رواية من غير خوف ولا مطر يعني لا لا في صلاة خوف ولا مطر ولا سفر بس ما تبقى شعادة أضرب لك مثال مثلا واحد طبيب داخل عملية والعملية هيمتد وقتها من الظهر للمغرب فالطبيب قبل ما يدخل العملية يتصلى الظهر أربع ركعات ثم جمع العصر معه ينفع ينفع بس ما تبقى شعادة ما يبقى شكل يوم طالب داخل محضرة أو عنده دورة تدريبية وهتعود من الظهر للمغرب يجوز أن يجمع العصر مع الظهر واحد مثلا مسافر وهيطلع من بيته بعد صلاة الظهر وريح اسكندرية مثلا فأم صلى الظهر أربع ركعات وجمع معاه العصر أربع ركعات ما ينفعش يقصر إلا لما يقطع مسافة القصر خمسة وتمانين كيلو يبقى يجوز جمع الصلاة بدون عذر من غير خوف ولا سفر ولا مطر ولكن بشرط ألا تكون عادة وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه اللهم أمين أشوف حضرتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة